السلام عليكم أزول اليوم نتكلم لكم على الاقتراحات اللي دارها لنا بوتفليقة على حسب ما يقولوا هو اللي دارهم النساء يتقول مريد للأخرى تقول مات وهو يخرج لنا بحواية جدد نشوفوا باللي الاقتراحات اللي دارها سي عبد الرزاق مقري منذ أسابيع هي نفس الاقتراحات اللي قام بها النظام الحالي عبر رسالة من عند عبد العزيز بوتفليقة وهذه الاقتراحات هذية اللي كان قل يديرها على حسب سي عبد الرزاق مقري هو أنه نعبره على انتخابات اللي تزيد طول في عمر النظام بعد أشهر سانة أو سنتين والآن هي نفس الاقتراحات ولكن حتى الانتخابات المزورة نحوها متريق يعني ما ياخدوا حتى ريزك باش يتصرح حاجة لما تخرج في صالحهم هذي حاجة اللولة إذن مرفوضة طبعا على خطر ما تخدمش في صالح الشعب وما تخدمش في صالح التغيير الحقيقي وتطور البلاد نشوفوا باللي بوتفليقة يقول باللي هو ما كانش رايح يروح يترشح وباللي ترشح تعيوا عمره ما كان مسألان لمطروحة ولا ولا إذن الناس هذو اللي تكلموا باسمه وقالوا باللي عبدالعزيز بوتفليقة رايح يترشح يعني هذو كذبوا ولازم كيمة سلة لتنحى ويتحاسبوا وهو على وشقال يتحاسب وهو متانيك يتحاسبوا لأنهم سرقوا كلمة الرئيس وتكلموا باسمه وقالوا بلي عندهم استمارات وعندهم ملايين على الإمضاءات يعني هذه خيانة تزيدها في قائمة الخيانات الأخرى دوق يعني هذا بدل زيز بوتفليقة يقول باللي ما كانش رايح يترشح وبعد كي شاف الناس الجماهير خرجت رايح يتقول باللي ضد ترشح تعيوا هو قالهم اه وي الفوت ملا خلو خلو دوق نحو الفوت ونقعد ما ندير لا ترشح لولو يعني السيد هذا نحن كنا نقوله باللي مريد وهو رايح يقولنا باللي رايح ممتخل الكامل مع وش عارف قاع وين رايح يصده ويحبوا يزيد ويكملوا به باش يقعدوا يحكموا في البلاد اه نشوفوا باللي هاد الاقتراح تاعوا كيما الباقي تاع الاشياء اللي يقترحوها وداروها خارج عن الدستور يعني يحبوا يديو البلاد اه بصيفة رسمية تخرج من الدستور وتزيد له في وجود الرئيس هذا يا يقعد وكيما حبوا يغيروا الدستور بعد ما يديروا الانتخابات ويديروا منصب نائب رئيس ويقعد في الحكم اه في بلاست بوتفليقة لما نجموش يروحوا الانتخابات رام حبوا يقعدوا ويديروا نائب رئيس ورام بداوا فورا يديروا نائب وزير اول لهذا المنصب هذا ما عندوش حتى وجود ما يكزيستيش كامل يعني الشعب الجزائري اليوم راوليك رايح يخرج بصفة قوية ويعبر على الرفض التام بتاعه بتاع هذه الخيانة هذي اللي حبوا يسميوها اقتراح لباقي النظام فرنسا كانت بفرنسوا ولوند تقولنا باللي رئيس تاعكم ارانا شفناه وراومليح ولا باس به ودوق هذا ماكرون لي مفرهاش معالي جي جي ليجون توعو راوي يحاوس يساند في هذا النظام باش يقعد ويقول لنا اه مليح مكاش عهده خمسة يعني مكاش قاعه هده خمسة يعني هما راهم ساندوا بطريقة رسمية اللعبة الغير دستورية اللي راويقون بها النظام مليح ليهم يقعدوا يستكلفوا بشغالهم الداخلية والمشاكل الداخلية تاع الجزائريين رانا كبار باش نقوموا بها وباش نستكلفوا بالنظام باش يخرج بطريقة سلمية اياك الشعب تخلي الناس هدو ما يديروا العنف على خطر حنا رانا نربحوا بالسلم نكملوا بالسلم وان شاء الله النجاح راه في باب في اخر المطاف كي نزود حواج نزيدهم الباب اللي كانت انغلقت الاسبوع الماضي تاع استرجاع البرلمانيين باش يخرجوا من نظام هدايا ويخرجوا ويستقيلوا باش ينحيلوا الركيزة تاع الشرعية البرلمانية هاديك الباب اللي انغلقتها وعود افتحها لكم بوتفليقة ساعة ساعة راي تخرج حاجة ما ننتظروهاش اذا الباب اللي عودت انحلت عودوا خرجوا دوق يا البرلمانيين استقيلوا فورا يا ايها الشعب اتفكر مليح القائمات عن احزاب والبرلمانيين اللي راهم اليوم يأيدوا في النظام ولو يقولوا بانهم من اجل التغيير نديروا انتخابات نازهة ان شاء الله عن بعض اشهر وما تنتخبوش عليهم على خطر اليوم راهم مع النظام تفكروهم مليح الاحزاب والقائمات الناس اللي راهم في البرلمان ثم تعرفوهم انا ما نسمي لكم حتى واحد هم يعرفوا راهم زادوا حاجة الاخرى دوق احنا كنديروا التغيير ونحيو الجوفيرنمو هاي الحكومة تاع فلان طاحت وتاع سلال طاحت وتاع تبون طاحت وغلقوا الباب بليكاظنا تاع البرلمان وزاد هذا ويحياره وطاح ودوق هادو مالجاين يطيحو ونديروا برلمان حكومة انتقالية الى خيره ولكن كاين حاجة واحدة اللي تاع البلاد وتاع ناقع وما لازمش تطيح وربما يتبدل القايد التحق ان شاء الله عن قارب ولكن مؤسسة تاع البلاد هي العسكر سيل قايد صالح عندو علاقات مع الدرك الوطني عندو مع الامن العسكري مع الشرطة مع البحرية مع الطيران دوق هادا كي يسقط ما ننجبوش نعاودوه بناس يكونوا مدنيين لازم يتعاود بعسكريين والعسكر رام يدخلو للتاكانات ويستكلفو بحماية البلاد والمشاكل السياسية يحلوها السياسيين ولكن بمرافقة من عند الانظمة العسكرية المنظومة العسكرية ويكونوا مقعدوه سلميين إذن لازم العسكر يعرفوا بعضهم بعض لازم هذا التنحية هدايا تاع القايد صالح هذا على خطر ما يقدر يقعد لا بعد التغيير ولا منذ المرحلة الانتقالية يطيح مع الحكومة هادية تاع النظام الفاسد إذن العسكريين هادو ما لازم يوجدوا رحم باش يقودوا المرحلة بأمان ويقعدوا يعلمش على هدايا تاع الأجيال هدايا التداول على السلطة يساهموا باش نحيوه لهذا العصابة الفاسدة ويكونوا عند الجيل الجديد ليقوم بالمبادرة ويكون مع المواطنين كلهم يخدموا اليد في اليد لنجاح الانتقال الديموقراطي السلمي والسلام عليكم